السلام عليكم اليوم عندي لكم قصة ياهي قصة صراحة الدنيا غريبة مرات في قصص يعني يسمونها عابرة جريمة عابرة للقارات مثل قصة اللي احنا سبقوا اني ذكرتها يعني قصة مقتل رئيس بلدية البريدة الله يرحم الشيخ ابراهيم الغصن اللي اقتله طبعا هذا قريب زوجته اللي اقتله كان عايش ملجأ في برلين جاء من آخر الدنيا ما خلى ترانزيت الا خذاه لين وصل للقصيم علشان يرتكب الجريمة يعني مو مع سبق الاصرار وترصد الا مع تحدي مشاقة خذا خذا كم يعني كم قطار كم طيار لين وصل مصمم على الجريمة حسبي الله ونعمل وكل الحمد لله تم فيه تنفيذ حكم القصص او اعتقد حكمه فيه القصص اعتقد نفذه او لا انا ما نذاكر يعني لكن القصة موجودة عندنا على القناة انا بعطيكم قصة حصلت في عام 2006 قاعد سولف مع احد الزملاء انا والله بغيت اذكر اسمه لكن انا ما استأذنت يعني زميل صحفي سعودي ومن ارقى الصحفين بي انا عرفهم صراحة قاعد سولف معاه وهذا كان منتدب في عام 2006 الى مقر الصحيفة اللي كان موجود الاقليمي اللي كان موجود في دبي في عام 2006 كان منتدب تقريبا ستة اشتر فانا قاعد سولف معاه عن بعض القصص الجرائم اوه كان يغطيها كذلك فقالي انا بذكرك بقصة قصة شاب اسم عبدالله وهذا عبدالله ترى مولود في الكويت وكان عايش في الكويت قلت له وي صح لكن انا اذكر اني تابعتها لكن ما كنت مولم بالتفاصيل المهم عطاني القصة من طاط اللي سلام عليكم اسموا السالفة واستغربوا عبدالله شاب سعودي لكن من مواليد الكويت وابوه اصلا عسكري في الكويت والولد عمره ما طلع من الكويت عايش في منطقة عندنا في الكويت اسمها صلايبية تعرفون انتم لما يكون سعودي عايش في الكويت وطرى في كثير من السعودين والسعودية شعب واحد يعني يعني والحدود واحدة يعني كان كان ملزم انه ما يطلع من الكويت الا في جواز مشترك مع افراد اسرته لين يوصل عمره واحد وعشرين يقدر يستخرج جواز سفر خاص فيه ويتنقل براحتعاد هذا نظام الدولة يعني في ايامها ما ادد اذا تغير الحين ولا انا اتكلم عن الفين وستة المهم عبدالله شاب عاطل فاشل دراسيا ما عنده وظيفة يعني كان عال على اسرته رعي مشاكل شوي يطيح مرات فيه تعاطل المخدرات كم قضية سلب القوة تعرفون هذول اللي الشباب المراهقين مرات اللي ينتحل صفة رجل الامن ويتصل على الاسيويين وهذول المساكين مرات يعتقدون انه رجل مباحث ويقوم يسرق اللي عنده يسلب ويهرب وتزجلت عليه اكثر من قضية من هالنوع هذا لكن تم تنازل عنه ومرات تنحجز ومن هالكلاب بما انه مراهق لكن لما وصل عمره 21 سنة واستخرج جواز خاص فيه قال انا ما نقاعد في الكويت ابي اطلع ابي اشوف الدنيا في 2006 طبعا الكويت ما فيها اشياء يعني سياحية خصوصا في عام 2006 يعني ما في شي يعني ترفيهي للأسف يعني صح بلد غني وكذا لكن ترى الحقيقة ان كل دول العالم فيها اماكن سياحية الكويت ما فيها شي يعني غير المجمعات مجمعات تجارية العادية يعني تروح لها مرة وخلاص تقعد ببيتكم عبد الله من نوع الشباب اللي يبي يشوف الدنيا يبي يسمع ايامها عن ادبي وفعلا ادبي ايامها كانت يعني مركز للتسوق العالمي من 2006 يعني بداية ظهورها نقصد بداية برج العرب وبداية فندق الجميرة وبداية مدري شنو فقال انا بوصل لدبي الولد ما عنده فلوس وما عنده يعني حتى انه يحجز تذكر الطيران المهم قعد يسوي مشاكل في البيت ابي فلوس اعطوني فلوس ابطلع ابتمش كذا هم ما كانوا يدرون بنية عبد الله للسفر المهم خذاله مبلغ بسيط لكن كذلك هالمبلغ هذا ما يقدر يشتري فيه حتى تذكرة السفر شو سوى في عندنا بالكويت واعتقد موجود فيه كثير من دول يسمونها النقل الجماعي اللي هو النقل البري باصات كبيرة وتشيل العالم كلها تنتقل من دولة لدولة وفيه اماكن او مناطق معينة توقف فيها راح وهذه تذكرتها يعني بسيطة جدا ذاك اليوم عبد الله لبس لبس رياضي وركب هالباص النقل الجماعي وطلع من الكويت دخل للسعودية ومن السعودية طلع دخل الامارات لين وصل الى دبي اول مرة عبد الله يطلع من الكويت عمره واحد وشرين سنة وشوي المهم لما وصل الهناك الفلوس اللي عنده يالله توكله وتشربه تورط اول يوم تفاجأ بالحقيقة الوضع انه هو الحين وصل لدبي مكان سياحي يحتاج الى فلوس يحتاج الى سكن يحتاج الى اكل شرب لبس جايب نفس اللبس اللي هو طالع فيه من الكويت ما عنده لا حقيبة تسافر ولا شي الولد متهور لكن وصل هناك شو سوي اول يوم ثاني يوم بدأ يشوف اي خليجين هناك ويشهد منهم ياخذ منهم والله ما عندي سكن اللي يشوف يعطف عليه اللي يعطي فلوس يقدر يمشي يومه قعد يوم يومين على هالحال بعدين رجع الى محطة الباصات وانتظر اول باص يرجع فيه للكويت طبعا من دبي دخل السعودية ومن السعودية رجع مرة ثانية للكويت كانت درس له انه ما يروح الا حاسب حسابه تبهذر بالسفرة هذي لكن النية قشرة هذي كانت فقط بالنسبة له هي جيسة نبض كان يبيشوف الوضع شون صاير بعتها على طول قرر يسافر مرة ثانية نفس الحالة اخذ فلوسي اللي قدر ياخذه من اهله وحجز تذكرة نقل جماعي بسيطة ما تكلف شي وركب الباص شال الاصرار اللي عنده يبي روح يبي يستانس يبي يعيش حياة الاجانب وحياة التجار يبي يبي شوف الدنيا يبي يسكن في فنادق يبي يسهر مادري شا بيسوي الخرابط هذي المهم لكن هالمرة اش سوى عبدالله عبدالله عنده واحد من اصدقاء هني بالكويت عنده سلاح مسدس هذا نوع سميث امريكي اللي فيه بكرة هذا الصغير فقال حق صديقة انا ابي هالسلاح وابيك تعطيني طلقات خمس طلقات فقط معبيها داخل السلاح نفسه وبما ان المسدس هذا صغير عبدالله مخبي في الجوارب او الدلاغات يعني وركب الباص عبدالله لما طلع من الكويت وصل يعني مثلا الحدود الكويتية الجمارك والتفتيش الكويتية في البداية كانوا يستغربون لما يشوفونها رجال الامن يعني والمفتشين والجماك يستغربون يقول يعني مبين عليه هذا كويتي خليجي ليش راكب مع باص كله اسيوين او كله مثلا من العمال اللي ينتقلون مثلا في بعضهم صح يطلع من الكويت يروحون للسعودية عندهم شغل هناك كعمال كنقل بضائع مستغربين هذا يعني ولد مبين خليجي او المعنى يعني انه وين عائلتها وين هو صغير في العمر فكانوا يعطفون عليه يعني يقولون مسكين يعني الظاهر انه مضطار الظاهر يريد يروح لهلة وهو طالع من الكويت وهو سعودي وداشة سعودية فما قاموا يدققون عليه ما فتشوه دخل السعودية نفس الطريقة ما فتشوه وكمل بهالباص وراح للحدود السعودية ثانية جهة الامارات وما حد فتشه ودخل للامارات وما حد فتشه لين وصل الدبي المهم اول ما وصل وراح سكن في احد الفنادق وهالفندق هذا موجود في احد الطرق القريبة من سوق نايف طبعا سوق نايف اللي ما يعرفه ايامها 2006 كان من انشط الاسواق اللي موجودة في دبي شارع مليء بالمحلات التجارية الاجهزة والبهارات وقطع الاقمشة والذهب بلاوي سوق كبير جدا وكان هذا هدف بالنسبة حق عبدالله وهو متعمد يجي لانه عرف موضوع السوق هذا في المرة اللي فاتت هالمرة يبيسكن قريب من هالسوق ليش ها نقول لكم ليش اليوم الثاني عبدالله بلش اول عملية يستخدم فيها السلاح يطلع يطلع بالليل طبعا الفندق دفع له بس مقدم ويعني الايام القادمة راح يدفع له من الفلوس اللي راح يطلعها من العمليات الجرامية اللي بينفذها يعني هو هذا اللي في باله المهم وجوازه موجود داخل الفندق يطلع بالليل ويروح عند الاشارات اول ما تصر الاشارة حمرة توقف سيارات تقريبا عشر سيارات اثنى عشر سيارة يقعد عبدالله يترصد السيارات ويطلع اللوحات اهو يدور على شنو يدور على اي لوحة اللي سيارة تكون سعودية او تكون كويتية لوحة اماراتية يبتعد عنها ليش اهو في باله انه يبي يسلب ويسرق اللي هما الزوار اللي يجون لدبي من تجار خليجيين يقصد يعني وكان غالبية اللوحات الزوار او اللي مو من اهل دبي كانت تكون لوحات السعودية بما ان السعودية هي اقرب دولة للامارات يعني ان فيها كتجار يعني سعودين يجون للامارات في كويتين لكن يكون قليل فهو هدف شنو يا لوحة سعودية يا كويتية ليش اش معنى كويتي وسعودي انا اقول لكم ليش قال اذا صار ما صار لسعودي رح يعرف اني انا سعودي وراح يسامح واذا صار ما صار لكويتي هذا يعني مسكني مثلا وصارت قضية يعرف اني انا عايش في الكويت فيتركني كان هذا اللي في باله وفعلا قدر انه يعني يترصد اكثر من 12 ضحية شي سوي اول ما توقف الاشارة يقعد يتمشه لين يرصد السيارة لوحتها سعودية يفتح الباب الخلفي ويقعد على طول يطلب طبعا مخب الاسلاح يطلب من صاحب السيارة صاحب السيارة يستغرب نعم تفضل امر اخوي يقول لو سمحت بس ابيك توصلني الى فندق برج العرب اللي موجود في الجميرة طبعا فندق برج العرب اللي فيه جميرة كان يبعد عن سوق نايف تقريبا 20 كيلو يحتاج الى ربع ساعة 20 دقيقة في السيارة وعلى طريقهم كل ضحية يقول لنفس الكلام المهم فكان اول ما يركبوا يمشون بالسيارة تفتح الاشارة فيضطر صاحب السيارة انه ما يدري يوقف بالاشارة يعني ما يدري يقول لا انزل اعتذر واسمح لي وكذا اول ما تفتح الشارة فيمشي اهني تكون فرصته يقول لو سمعت انا مضايق وما عندي فلوس وانا جاي من الكويت وانا وضعي تعبان وكذا ومحتاج مبلغ معين يطلب مبلغ يعني ما يطلب يعني الف دير رهم لا يقول ابي 10 تاراف دير رهم وانا متورط والفند قيابي ابي 20 الف ابي كذا فعلى حسب مرات يطيح لباحد هو رجل خير يعني يشوف ويرأف بحال يعطي مرات يطيح لباحد يقول لا والله اخوي انا ما عندي يسامحني واعذرني اخوي انا ما بقى وصلك ولو سمحت تنزل اذا قال لا انزل يقوم عبدالله يطلع الاسلاح ويحط على راسه من الخلف يقول اقول عطني فلوس احسن يقلب امية وثمانين يصير وحش عطني فلوس لا اقتلك الحين بالاسلاح يقوم هالرجل يبي فيك عمره يعطي كل اللي عنده عنده المبلغ اللي يبي عبدالله عطاه واذا ما عنده عطاه كل اللي يشيله اول ما ياخذ يقول وقف على يمين الشارع ياخذ الفلوس ويركض يهرب بين هالعمارات نفذ اكثر من ثنعش يعني ضحية طاحوا بيده من هالسالفة هذي كل ما يطيح لعلى واحد يروح يسهر بالفلوس يقعد يوم يومين ثلاث لين تخلص الفلوس يرجع مرة ثانية ينفذ نفس العملية المهم وتروح الايام وتجي الايام ويقومون هالسعوديين وشم واحد كويتي واحد قطري واحد كذا ولاقوا في واحد تلقى مثلا اماراتي سيارة لوحة سعودية او ما لا شغل او اهم شي اللوحة تكون سعودية او كويتية يقدمون بلاغات لكن يعطون مواصفات واحد شباب عمره بالعشرينات اول العشرين بس ما عندهم اي بيانات وين والله ما ندري دخل بين هالعمارات تسجلت القضايا والقضايا كانت متنوعة يعني هو ما يوقف من نفس الشارع يعني كل قضية تكون في مركز الشرطة يختلف على الثاني المهم وتروح الايام وتجي الايام وتحصل الكارثة في شابين سعوديين من اهل الحسن الاول اسمه زكي عبدالعزيز اسماعيل عمره 38 سنة واخوه اسمه عبدالله عبدالله عبدالعزيز اسماعيل عمره 35 سنة هذول شغالين تجارة يروحون لدبي يعقدون صفقات ويجبون هالبضاعات يودون هالحسن وحمدالله ما اشي امورهم ويشتغلون بكل طيبة والناس تمدحهم سبحان الله ذاك اليوم طالعين من الحسن وصلوا الى دبي واكفين على الاشارة ولا عبدالله ذيك الليلة مخلص فلوسه وسكران وواصله معا حده ويبي فلوسه باي وسيلة قال ما كلها طريق اللي انا نفذها او فعلا كان يتمشى ذاك اليوم عند الاشارة يفتش بها السيارات كلها لوحات هدبي اماراتية ابو ظبي ولا هذي السيارة السعودية اللي فيها منه زكي واخوه عبدالله فتح الباب وجلس على طول بالخلف افتحت الاشارة على طول وهو يوقت الاشارة دايما علشان يضطر صاحب السيارة انه يمشي المهم قالوا لا عسى ما شهر نعم امري طيب فتحت الاشارة مشى شوي وهم يكلمون يعني نعم امري الغالي اللي يتكلم زكي اللي هو كان يسوق السيارة قالهم انا ترى سعودي وانا ترى عايش في الكويت وانا وضعي تعبان وانا كذا وتكفون وابي فلوس قالوا لا يعني هم خوش شباب ويحبون يساعدون لكن وضعه مريب ف اول شي الاخواني اللي تفتون على بعض عبد الله قال حق زكي عطى عطى اللي عندك طلع له كان معاه يعني الاصراف اللي عندهم تقريبا الفين ثلاث درهم قال تفضل سم حاضر هذا اللي عندي والله قال لا 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 انا ابي تعطيني عشرين الف ثلاثين الف درهم ابيك تسحب لي وانا مضطار وكذا قال لا والله يا اخوي ترى احنا يعني جايين غرب وجايين في تجارة وخلصنا شغلنا وراجعين حين الفندق احنا ساكنين في فندق بامارة الشارقة وترى احنا حتى من ادبي يعني وماشين وترى تعبانين وكذا والله يا اخوك ما عندنا قال اقول طلع طلع الفلوس اللي عندك استغربوا حشان البجاح اللي فيه هذا الولد خلاص تعود ياخذ غصب قالوا يا ابن حلان تفهم ولا لا ما عندنا مش هايلي معانا وكذا ويقوم عبدالله ويطلع الاسلاح ويحط على راس زكي قال لأقول امشي الحين امش امش بالسيارة قال وين امش قال امش بالاتجاه ابيك تروح برج العرب قال يا ابن حلال احنا ساكنين في الشارقة وهذا ما هو طريج قال اقول لك روح الحين لما تطلع من السوق نايف في طريقين يودونك على برج العرب اهل دبي عرفون واللي رايح يعرف في طريق الاول اللي هو طريق الشيخ زايد رحمة الله عليه والطريق الثاني طريق البحر اللي هو الجميرة فهم اش سووا يعني زكي يتذكر ان على طريق الشيخ زايد هو العادة ان يروح لبرج العرب عن طريق البحر اخذوا الطريق الثاني اللي هو طريق الشيخ زايد ليش لانه في مركز على نهاية سوق نايف مركز شرطة فقال يمكن نشوف لنا شرطي واقف ولا دورية ولا يعني احد ينقذنا من هالموقف المهم قالوا ان شاء الله ومشهم هذا حق الاسلاح على راس زكي طلع الفلوس ابيكم تروحون الحين تسحبلي يعني طلعلي يسحبلي من البنك يصرفلي تشيك اللي تقدر عليه طلعلي الحين ولا قسم بالله لذبحك الحين انتو اخوك يا ابن الحلال اذكر الله اذكر الله اهدى شوي وكذا والولد فيها سكرة المهم يتمشون وهم متوترين ويشوف زكي دورية شرطة واقفة على طرف الطريق يعني محاذي لمركز الشرطة قال بس حاول انه يلفت انتباه دورية الشرطة كان فيها رجلين امن شو سو قرب من جنبهم وبدأ يعني يضرب اللي هي البريكات او المكابح السيارة علشان تنور من الخلف بشكل سريع وحاول انه يعني يمشي بطريقة يعني ما هي طبيعية يقول ممكن ان رجل الامن يشوف السيارة ممشاها مو طبيعي يمكن يوقفنا ينقذنا لكن سبحان الله رجال الامن ولا حسوا بالموضوع ما في شي يعني يلفت النظر اهني زاد التوتر اكثر ويعرفه الله وزكي انه محد راح يفقهم غير رب العالمين الله الناجي هذا حاط المسدس على راس السائق اللي هو زكي المهم شوي ويقعد وهم ماشين في الطريج ويحاولون يهدون فيه واهد شوي وان شاء الله بندبر لك المبلغ وكذا بس نزل الاسلاح لا توترني انا ما قدر يسوك سيارة وانت حاط الاسلاح على راسي وكذا ويطالع اخوه عبد الله الشرح حق عبد الله يعني انه يعني انا يعني كأنه بيقوله ترانا بسوي حركة خلك منتبه وهو شا بيسوي يحاول انه يوقف السيارة فجأة واثنين اتم ينزلون يتركون السيارة ويتركون القاتل عبد الله يتركونها داخل وفعلا ويضرب زكي بريك قوي ويوقف فيه منتصف في الطريق اول ما فتح الباب ونزل ولا عبد الله اللي كان حاط اصلاح فوق راسه ويطلق عليه النار وتجي الطلقة فيه مقتل فيه راس زكي ويطيح على الارض بالشارع في هاللحظة عبد الله كذلك فتح الباب اللي هو اخه زكي مو عبد الله القاتل عبد الله اخه زكي اللي قاعد جنبه فتح الباب وهرب قام عاد عبد الله القاتل وصل لمرحلة الجنون وتوتر وارتبك اطلق النار على منه على اخه زكي لكن اصاب في الكتف وهذاك قدر انه يتحمل هالطلقة هذي وقام يصرخ في الشارع ويركض اهني عاد القاتل عبد الله شاف انه ما في امل انه يسرقهم او ياخذ منهم شي نزل من السيارة وبدأ يركض ويطلق النار في الهوى علشان ما احد يعني يتجرع انه يلحق يعني يركض وراه في هالاثناء تم ابلاغ العمليات ويحضرون رجال الامن ويطوقون المنطقة بالكامل قاموا وفتشوا الشوارع وفتشوا الفنادق لين استطاعوا طبعا دبي ما شاء الله تبارك رحوان من الفين وستة وهي فيها كاميرات بالفنادق اللي على الباب في اي فندق لقوه قاعد داخل احد الريسبشنات الفنادق والقو القفض عليه لانه اصلا كان اطلق جميع الطلقات الرصاص اللي كانت في السلاح اللي هي خمس طلقات والسلاح ما في اي طلقة والقو القفض عليه وحالوه للتحقيق طبعا زكي الله يرحم وتوفه وعبد الله سطاعوا انه يعالجونا وبدأ التحقيق مع عبد الله وكشرح لهم قصة وشلون كان عايش في الكويت وشون وصل الى دبي وهلا ما يدرون المهم ما لكم بالطويلة انقلبت الدنيا حتى ايامها طلع مدير الشرطة ايامها كان الفريق ضاحي خلفان وتكلم في لقاء صحفي عن هالجريمة وقال انه هذا الشخص كان مخمور وانه استغل النقل الجماعي وجاء من الكويت ودخل للسعودية ومن السعودية دخل لدبي وانه كان يحمل معاه سلاح واستطاع انه يدخل يعني بدون ما حد يفتش المهم هذه السالفة كذلك يعني صارت عليها مشكلة حتى انه ايامها صرح مسؤول حكومة دبي الشيخ الله يطول بعمره محمد بن راشد بن مكتوم المكتوم حاكم دبي تشكيل لجنة عليا من كبار القيادات للوقوف على كيفية استطاعت عبد الله انه يقدر يدخل الاسلاح ويدش من الجوازات وما حد قدر يفتشه حتى ضاحي خلفان اللي هو الفريق ذكر انه دخل عن طريق معبر البطحاء والغويفات ايام هو انه السلاح كان مخبيه في الجوارب او الادلغات يعني ما لكم بالطويلة طبعا تم الحكم على عبد الله بالسجن المؤبد مع ان عائلة الاخوان الاهل الحسى كانوا يطالبون بتسليم عبد الله بما انه هو القاتل كان سعودي والمقتول كذلك سعودي لكن هذا نظام الدولة هناك عندهم يتم محاكمته في الموقع اللي حصل فيه الجريمة بالفعل تم الحكم عليه بالمؤبد يعني مؤبد 25 سنة وتم نقل جثمان الله يرحم زكي الى الحسى وعلاج اخوه ونقله كذلك الى السعودية وانتهت مغامرة شاب متهور يعني هذا والله يذكرني مع فارق التشبيه طبعا تحصل عندنا سبحان الله كل سنة سنتين لما يتخرجون الضباط لما يتخرجون يكسرون متحمسين او الافراد اللي هم افراد الشرطة بعد ما يطلع من الدورات هذول دايما الافراد يتعرفون على بعض داخل الدورة ضباط او الافراد شباب صغار ومتحمسين وخلصوا من الدورة يبيستانسون يبيشوفون الدنيا يبيسافرون ويتجمعون بسيارة واحدة اربعة خمس شباب ويسافرون يروحون مثلا البحرين يروحون ادبي بسيارة وقدر الله يحصل حادث كذا حادث حصل توفوا شباب منهم ضباط ومنهم افراد ومنهم طلبت جامعة وهم متخرجين متحمسين ورايحين علشان يعني يعني رايحين يبيشوفون الدنيا وكذا الحماس هذا والمراهقة هذه هي اللي تجيب البلاوي دائما حط في بالك ما في جريمة كاملة مستحيل انك تفلت من العقابة انا اقصد عبدالله عبدالله اللي راح ارتكب جريمة وقال انا بطلع من الكويت بروح اتبي هناك ارتكب جرائم عشان ما حد يعرف لا يا حبيبي كل دولة فيها جهاز امني وكل دولة فيها قضاء وكل دولة تعاقبك وممكن انك يتم اعدامك اذا ارتكبت اي جريمة احذروا علموا عيالكم ان التهور هذا وسالفة اني انا بطلع بشوف الدنيا هذه دائما اتجيب البلاوي هذه نهاية سالفة ان الله يحفظكم ويحفظ عيالكم فمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة